وإلى الشان السوداني حيث لاقت مخرجات وقمة دول جوار السودان التي استضافتها مصر ترحيبا من طرفي الأزمة وتقدم مجلس السيادة الانتقالي بالشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على استضافة هذه القمة التي وصفها بالمهمة من أجل استعادة الاستقرار والأمن في ربوع السودان وأكد البيان حرص حكومة السودان على العمل مع كل الأطراف الساعية لوقف الحرب وشدد المجلس على ضرورة الالتزام ببدء حوار سياسي فور توقف الحرب يفضي لتشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات يشارك فيها جميع السودانين كما رحبت قوات الدعم السريع بالبيان الختامي لقمة دول جوار السودان والتي جاءت متسقة مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف الحرب في السودان وتبني الحل الشام الأساسا لمعالجة المشكلة السودانية